بعد إعلان المغنية الكندية سيلينديون أنه تم تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس وأن المرض يسبب تقلصات في العضلات وصعوبة في المشي والغناء كثر البحث عن هذا المرض العصبي النادر وتشير التقبيرات إلى أن شخصا واحدا تقريبا من أصل مليون شخص مصاب بهذا المرض أو بهذه الحالة وفقا للمنظمة الوطنية الأمريكية للإضطرابات النادرة وللإضاءة على هذه المتلازمة نصدف معنا الإختصاصية في الأمراض العصبية في مستشل عمادي دكتور محمد أحمد أغا صباح أنه الدكتور صباح سهلا حضرتك لعني ذكرنا أنه شخص من كل مليون تمام وقلنا أنها حالة نادرة هل تعتبر من الحالات العالية الندرة أم الأقل ندرة وأخبرنا أكثر عن هذا المرض مبدئيا هو اضطراب عصبي نادر مثل ما حكيتي تفضلتي يعني تقريبا واحد بالمليون من الأشخاص الإصابة فيه تعتبر من الأمراض النادرة جدا بالبداية نحكي عنه هو مرض يصيب الإنسان بمنتصف العمر كان من الأمراض التي ذكرت في البداية تعتبر أمراض للرجال فكان حتى اسم المتلازمة هي ستيف مان بيرسون سندرون متلازمة الرجل المتيبس تماما متلازمة الرجل المتيبس بعدين ظهرت أنه فيه إصابة للنساء أكثر من إصابة الرجال هون بهالحالة يصارت اسمها ستيف بيرسون سندرون المرض يصيب الدماغ والحبل الشوكي عن طريق بالبداية كانت الآلية مجهولة لا أحد يعرف إيش سيب كمان ظهر فيه القرن الماضي في استينات القرن الماضي أول ما اكتشف هذه الحالات بالمراحل الحديثة في القرن الحالي وجدوا أنه الآلية هي مناعية أي الجهاز المناعي في الجسم هو اللي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي يؤدي إلى حدوث تشنجات هذه تشنجات في البداية تظهر في الجذع في منطقة منتصف الظهر أسفل الظهر منطقة البطن بعدين بحالة تدريجيا تنتقل لتنتشر إلى الأطراف وتعطي المشاكل اللي حكينا يعني دكتور شيء مخيف لأنه أول ما نسمع تشنجات في الظهر أو في الرقبة أو تشنجات جميعنا نشعر بها من وقت لوقت ربما بعد نومة سيئة نحس تاني النهار أنه في تشنجات في كل الجسم أنه الوضع مش طبيعي كيف ممكن أن نفرق ما بين التشنجات نتجا عن هذه المتلازمة ما بين التشنجات في الحقيقة في بداية المرض يمكن التفريق بشكل واضح يعني يختلط كثير من الأمراض حتى كثير الأشخاص اللي مصابين لا يكتشف المرض في البداية بشكل مبكر لأنه في تشابه بالأعراض مثل ما حكيت كثير من الناس يصاب بتشنجات بأسفل الظهر تشنجات بالرقبة تشنجات بالبطن لكن مع سير المرض أول شيء في صفات معينة للتشنجات التي تظهر بالنسبة للمتلازمة الشخص المتيبس تظهر بشكل عابر أو بشكل مؤقت تظهر تشنجات شديدة وهذه التشنجات ممكن تستمر لدقائق أو لساعات ثم تختفي بعد تظهر بأوقات أخرى هذه التشنجات أحيانا في إلهاء حافز أحيانا لمس لمس الشخص المصاب الضوضاء بعض التأثيرات النفسية ممكن تحرض هذه التشنجات إضافة إلى هناك بعض الأمور التشخيصية المتقدمة مثل تخطيط كهربائية العضل العضلات إجراء بعض التحاليل الدموية ممكن توجهنا نحو هذا التشخيص الدقاء هل بعد الأدوية أيضا ممكن أن تسبب هذا النوع من التشنجات لدى البعض يعني مثلا من يتناول أدوية أعصاب لغير أمراض تؤدي إلى مثل هذه الأعراض الجانبية تتشابه مع الإصابة هلأ بصراحة في بعض الأدوية العصبية التي تستخدم بحالات نفسية أو بأمراض معينة قد تؤدي إلى حدوث تشنجات في الوجه تشنجات في الأطراف ولكن هي تعتبر كسايد إفكتي هذا الدواء ويكون بشكل واضح بعض الأدوية دكتور ذكرت أن هذا المرض كان يسمى سابقا متلازمة الشخص المتيب الرجل المتيبس تماما ولكن تم اكتشاف أن أعداد المصابات به من النساء أكبر فتم تحويله إلى متلازمة الشخص المتيبس صحيح لماذا تصاب به النساء أكثر؟ هل هناك يعني هل وصلت دراسات إلى شيء معلومة؟ بصراحة يصاب فيه جنسين ولكن النساء يصاب بشكل أعلى من الرجال لا يوجد أي دراسة حول لماذا تصاب نصابة النساء أكثر بشكل عام هو مرض مثل ما ذكرنا الآخر التوجهات نحو تشخيصه أنه هو مرض مناعي أي الجهاز المناعي الذي يجسمه يهاجم الجملة العصبية فيؤدي إلى حدوث هذه الإصابات فما في أي سبب واضح يظهر أنه في إصابة النساء لماذا أكثر أو أقل ولكن حسب عدد المصابين تبين هذا الشيء نعم طيب دكتور هناك أمراض عصبية تؤدي إلى شكل أخف من هذه الحالة هل ممكن أن تعتبر وكأنها مؤشر على إمكانية إصابة الشخص بهذه الحالة المتأخرة مثلا نتحدث عن التهاب العصب السابع أنا كنت مصابة به في فترة قريبة وما زلت في طور العلاج منه وهو مرض عصبي مقارب لما نتحدث عنه ولكن في جانب من الوجه محدود هل هذه الإصابة قد تعطي لمحة أو إمكانية أن يصاب الشخص بمعنى أنه جهازه المناعي يمكن أن يطور المرض ليصل إلى هذه الحالة أم هي غير مترابطة في الحقيقة هي غير مترابطة المبدأ حسب كل مرض وإيش السبب الأساسي بالنسبة له بهذا المرضى اللي حكينا عنه المتلازمة الشخص المتيبس بتشخيص المرض بشكل أساسي وجدوا أضداد معينة هذه الأضداد لا توجد عند غير أشخاص مصابين بهذا المرض وهي بالتحديد وجدوا عن تقريبا أكثر من 96% من المرضى المصابين متلازمة الشخص المتيبس تترافق مع هذا المرض طبعا إصابة العصب السابع أو مثل ما نذكرها بالعامية اللقوة هي إصابة عصب التهاب عصب محيطي تعتبر مجهولة السبب بشكل أساسي أغلب الأحوال مجهولة السبب 99% تقريبا في بعض حالات تعتبر إصابة فيروسية العصب وهي إصابة سليمة تتراجع بشكل تلقائي علاج دوائي مع العلاج الطبيعي صحيح طيب دكتور هل هو مرض مناعي اتفقنا أو هذه آخر التوجهات حتى الآن أنه يدعى أو التوجيهه ليكون كمرض مناعي ولكن هل هناك محفزات طبيعية مثلا هل يمكن أن يصاب به شخص يستهلك أعصابه درجة كبيرة مثلا الرياضيين هل يمكن أن يطوروا إمكانية الإصابة بهذا المرض أم لا بشكل خاص موضوع الرياضيين ممكن يحدث فرض إجهاد للعضلات فرض تشنجات عابر العضلات وتوصل لدرجة الصلابة أحيانا بسبب التمارين الشديد ولكن غير ممكن الإصابة بهذا المرض لأنه هذا المرض مثل ما ذكرنا يصاب بشيء معين وجود أنزيمات خاصة بالدم هي التي تأثر على الإصابة إضافة لوجود تخطيط كهربائي العضل يفسرها إذن كل الممارسات اليومية العادية لا علاقة فيها ولا ممارسة الرياضة أو ماشي أو الجلوس لفترات طويلة لأنه أحيانا البعض يربط ما بين هذه التصرفات اليومية ماذا عن المرحلة العمرية دكتور؟ ذكرت أنه يصيب في منتصف العمر نحن نحكي عن ما بين الثلاثين والستين عاما ويتطور بعد ذلك لماذا في هذه الفترة العمرية؟ هل لها مسبب معين؟ أم هي هكذا فقط الفترة التي تصيبها؟ لا لا أوجد سبب ليش؟ بس بشكل عام كل الإصابات ظهرت بهذه المرحلة بعد عمر الثلاثين تقريبا طبعا أول ما يظهر المرض يظهر ويتطور بشكل تدريجي بطيء ومثل ما ذكرنا يظهر بشكل مؤقت أحيانا على بارة عن تشنجات عابرة أو مؤقتة تذهب وثم تعود بشكل مختلف أحيانا بالجذاء أحيانا بالأطراف بعد فترة طويلة من الزمن حتى يتطور ليظهر بشكل دائم هذه التشنجات تؤدي الإعاءة وهنا هذا يكون سبب مباشر لتأخر التشخيص تماما أو أحيانا يأخذ التشخيص تشخيص هذا المرض 15 عام حتى يتم التوجه لهذا التشخيص أحيانا سنوات صحيح لأنه يتشابه مع أمراض أخرى في مكان وبداياته جدا عادية وخفيفة وطبيعية تتشابه مع ما نشعر به في الحياة اليوم الكلاسيك سندروم تظهر بشكل أساسي في منطقة الجذاء منطقة أسفل تظهر منطقة البطن منطقة الرقبة لذلك مثل ما ذكرتي سابقا أي شخص ممكن أن يصاب بهذه الأعراض لذلك تأخر التشخيص طيب خلينا نتكلم على سيلين ديون سيلين ديون ربما هي التي وجهت النظر نحو هذا المرض وأصبح العديد من الأشخاص يحكون عنه نسبة لشهرتها شرحت بعض المضاعفات أو بعض ما تعاني منها التشنجات وقالت أنها أثرت على إمكانيتها على الغناء الناظر للموضوع من بعيد نحن نتكلم عن العصب ما دخل الحبال الصوتية أو مقدرتها على الغناء لماذا تدخل هذا المرض مع مقدرتها على الغناء الآن ذكرنا أول شيء أنه يصاب عضلات الجذع بشكل أساسي وعضلات البطن ينتقل للأطراف وبحالة المتقدمة صراحة ينتقل لأعضاء الوجه إضافة أعضاء المضغ والعضاء المسؤولة عن الكلام بهالحالة هون يداخل موضوع الكلام صراحة نعم في الفرع الكلام يصير في صعوبة بالكلام صعوبة في إخراج الكلام طيب دكتور خلينا نتكلم على التدعيات الأخرى المصاحبة لهذا المرض ما هي يعني تحدثنا الآن على عدم مقدرتها على الغناء واللي كان الناس ما تقدر تربطه هل يكون هناك صعوبة في الحركة الجميع يريد أن يعرف مثلا ما هي تدعيات هذا المرض وإلى أين يوصل مصاب به بشكل أساسي ذكرنا موضوع الكلام هنا من مراحل متأخرة ولكن المراحل المقدمة المبكرة اللي يظهر فيها الأعراض تؤدي إلى صعوبة في المشي صعوبة في الحركة تشوه في وضعية الجسم بشكل أساسي إضافة لموضوع الألم المزمن إضافة لموضوع الأعراض النفسية وهي أعراض هامة تظهر عند المريض مثل موضوع القلق الفوبيا الاكتئاب وكل هذا الشيء بسبب ظهور بشنوجات أحيانا نتيجة التحريض بوجد لمس أو الصوت أو الضوضاء فنلاحظ أن المريض يتجل العزلة أكثر خوفا من أنه تحريض هذه الفكرة وفي ألم بالتأكيد صحيح طبعا ألم المزمن هذا الشيء أساسي لأنه كل الألم مع العصاب بيكون عالي طيب دكتور ماذا عن العلاج؟ هل هناك علاج نهائي لهذه الحالة؟ بالنسبة لموضوع العلاج لا يوجد علاج نهائي أو علاج جذري ولكن العلاج بشكل أساسي يقسم إلى قسمي هو علاج دوائي وعلاج طبيعي طبعا الالتزام بالعلاج يؤخر بشكل كبير من تطور المرض بالإضافة ليحسن نمط الحياة وحسن نوعية الحياة والذي يشكل فارق كبير جدا عند المريض ما بين الحالة في مراحلها المتأخرة والمراحل الأولى التي هي عبارة عن نخزات أو تشنجات صحيح بالنسبة لعلاج الدوائي أول شيء يعطى هي مثل ما ذكرنا المرض أساسا هو تشنجات عضلية فنعطي بعض المرخيات العضلية أو مضادات التشنج طبعا يريد أن يعطي مضادات تشنج أو مرخيات مركزية تؤثر على الجملة العصبية مثل بنزوديازي ببينات إضافة إلى بعض الأدوية المتطورة بعدما تشفوا الآلية المناعية مثل تخفف من هذه الآلية المناعية تخفف من الأضداد الموجودة بالجسم طيب السؤال الأهم واللي الآن كثير من الناس يحاول يعرف إجابة بالوقاية هل يمكن الوقاية من هذا المرض؟ هل هناك إجراءات في الحياة ممكن أن نتجنب الإصابة بها؟ بشكل أساسي لا يوجد وقاية من المرض بشكل أساسي أنه ذكرنا هو مرض مناعي ذاتي صحيح نسبة لحالة سيلنديون الكثير كان يتساءل عن إمكانية عودتها إلى الغناء مرة أخرى هل تعتقد أنه من خلال العلاج أو التمارين العلاج الفيزيائي وتناول الأدوية ممكن أن تتحسن الحالة ولو قليلاً وتعود بالفعل يعني هي كانت تتحدث عن صمودها وأنها ستقاوم المرض هل هناك حالات مشابهة لحالات تم ظهور تحسن كبير فيها؟ بصراحة بموضوع العلاج الدوائي بالتحديد العلاج المناعي وجده فيه تحسن كبير بالنسبة لأعراض الحركية إضافة لموضوع التشنجات الوجه أحياناً يوصل لدرجة الإصابات العصبية المركزية بالتحديد الجلوبيولين المناعي وجده فيه تحسن واضح بالإضافة لعلاج الطبيعي العلاج الطبيعي مثل العضاء التمطيط بعض التمارين العضاءات البطن العضاءات أسفل الظهر هذه العلاج مع العلاج الدوائي وجده أنه فيه فرق كبير صراحة بالنسبة للأعراض نحن نتمنى لها بالتأكيد الشفاء وقبل أن ننهي مقابلتنا دكتور نحب أن نواجه جميع مشاهدين لأنه دائماً إعطاء المعلومات ربما يخيف الكثير من الناس أنه يحاولوا يقارنوا ما بين ما يسمعون هو أشياء يعانون منها تعتبر طبيعية مشاهدين أنه عند إحساسكم بأي تشابه بين الأعراض الطبيب هو المخول بإعطاءكم الإجابة الصحيحة نرجو التوجه إلى الأطباء للتشخيص إذا كان هناك في مرض أو لا صحيح شكرا للمشاهدة